الخبر اول اللي عادنا عن بنينستر دخولها للمستشفى فنزلت هذا الستوريشات من داخل الدكتور يا حبايب او من داخل الايادة وكنت نوع المادة سيفحص دم او دتسحب دم فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بيها الخير والعافية ولسون يا حبايب نتعونها بالكومنتات والله يشفيها يا رب انتغل حاليا الرغضي يا حبايب والتهجوم اللي اتعرضت له فطاعته بمقابلة وهي قناة اي تي بالعربي بالطبع كنت توضح بي يا حباب بدخول للمستشفى او الواقع الصحية اللي صارتوا اياها ولكن الغريب ان كل كومنتات يا حباب كنت يهاجموها على طريقة حاجيها واللي كنت يحاجمها انه ليش شي قاعد تحجي او انه ليش قاعد تصرخ بيث ما ايش خاصة ليسوا عن هذا السبب هذا التهجم يا حبايب قناة اي تي او حساب اي تي هو حساب اخبار فحساب الاخبار نوعا ما اغلب اللي يشوفو يتابعوهما ناس كبار بالعمر ناس واعين عاكس جمهور رغضة او جمهور اليوتيوبر اللي يعتبر نوعا ما صغار بالعمر بالهذا اغلب كان دي سبب رغضة اللي هو ما يعرفو انه هي رغضة وانه هي تي شخصيتها ولكن اكتبوا للمكومنتات يا حباب هل استحقت تهجم او لا وبنسبة هذه المقابلة يا حباب اللي صارت طبعا نوعا ما شي غريب واللي هي قات على وسام خطب اللي اغلب متوقع ان هو حبيبها او نوعا ما اكون بياتهم علاقة قات ان هو مثل اخوها تشبير شوفوا المقطع هيك فرفو الشيس ويسام ويسام لانه زي اخوي اللي كبير اكتر بيخاف هيك خلص كل ما يصير بصيبة واشهزة هيك اول حد بيكون موجود طبعا ناشي القناة يا حباب هم سويت مقابله ايا بعض اليوتيوبر كانت تسألهم منو اكثر اليوتيوبر نشوفهم لايقين لبعض او ممكن يكون بياتهم علاقة حب ولكنو عن ما الاجوبة كانت صادمة بسببه احمد النشيط فقالة توقع بين رغدة وغيث مروان اما بسببه العمر اخوه احمد ابن روب قال بين روزة واحد اسمه دوكات واحطوكم الباقي شوفوهم حدا وياه هو اسمه اللي اخير دوكات وبرزة لما وناجي علي وابد الله وسام قطب هذا ديفيد بك هام ننتقل حاليا للقمر طاي وتهجمها وسبها النور ماريا حبايف فالقوصلة كولا صارت لما قمر نزت هذا السوري اللي اتشانت كاتب بيه على حسابها بالتليغرام او قناتها بالتليغرام انه اذا ندمت فتاة على حبك فاعرف انك فشلت ان تكون رجال طبعا ناغلب متوقع ان هذا كلام موجه النور مار ربما اغلب يتوقع ان هو كوميناتهم علاقة حب ما ادري صراحة اكتبوا بلكومنتاشن اللي خلي قمر طاية تنزليش مقولة على قناتها بالتليجرام ننتقل حاليا يا حبايب اخبار حفلة قطوبة احمد ابن روب والمشاكل اللي قاعدة تصير وياها الا الان باسم المرواني يا حبايب بعم طلعب شوية استوريات اللي هو صاحب احمد ابن روب من خمسة سنين شوفوا الاستوري موتا الواطي ما عزمنيش والله والله هي افضح نفسه عليك والله هي افضح نفسه عليك ما عزمني ما عقولها عشان ما جبتش بدلة بشي لا عاد انا جبت بدلة وعندي البدلة والكندرة هي ايو الله والكندرة اللي حقطعها على دماغك طول بالك يا حزن الحزن يا حزن احمد ابن روب يا حبايب طلع ورد عليه ولكات بي لان ليش انت معزمت هذا الشخص هو قال انا ما بحب هذا الشخص فكتنا يا حبايب الكومنتات انتوا يمنوا شايفين الحق بالضافة ان انتشار هذا الفيديو يا حبايب على حساب احمد النشيط اللي بعض الاشخاص بس شافوا صارت نوعا ما يتهجمون على الصباح والحمد ابن روب انه ليش هي تشي قاعدة ترقص وانه ما يصر هي ترقص هواي من الكومنتات اللي جدتي حصرت عدد لايكات بشكل مطبيعي انه مفروض الخطوبة تكون هي مو شباب بنات وانما يكون شباب مكان ووليد بمكان وما يصر هي تشي ترقص بين هواي وشباب مادر صراحة كلمة بالكومنتات هل ستحقق تهجم او لا وبس الان وصلت المقطعات اجابكم هذا المقطع باللاكات وبس كان يكون فيه زي مقدمة القصص احبكم مع السلامة شكرا